بمشاركة من أهالي منطقتين بوري ومدينة حمد دشنت بلدية المنطقة الشمالية مشروع بذرة خير في نسخته الثانية لتأكيد على روح الوحدة الوطنية والشراكة المجتمعية في مبادرة وطنية تهدف إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن تم تدشن مشروع بذرة خير في صورة زراعة المساجد بمشاركة أبناء الطائفتين الكريمتين فيما قامت بلدية المنطقة الشمالية بصيانة وإعادة تأهيل حديقة الجامع الرسول الأعظم في قرية بوري وزراعة مسجد جليبيب في مدينة حمد نستكمل مشروع بذرة خير بذرة خير هذه المشروع التي انطلق قبل عام وهذه مبادرة انطلقت من الأهالي نفسهم والتي احتضنتها بلدية المنطقة الشمالية والتي تتركز في تجميل وزراعة المساجد وهذه الفكريات بحيث أن تكون هناك زيارات مشتركة مفاهيم عدة تنصب تحت مظلة مشروع بذرة خير حب الوطن ونشر قيم المحبة والسلام يأتي في أولوياتها لتعكس طبيعة العمل البلدي في الشراكة المجتمعية هذه خطوة أخرى من خطوات سعين لها أنوانها زراعة دور العبادة بشكل عام في مدينة حمد الخطوة الثانية بتكون برع مدينة حمد في جمهور ما شاء الله مهتم بالموضوع التركيز مثل ما قال الأخ يوسف الجانب البيئي ممارسة المواطنة بشكل جميل ومطلوب في هذا الوقت بالتحديد أعتقد أن هذا المسجد الآن هو خطوة تراكمية وهناك خطوات جاية مستمر إن شاء الله ما شاهدناه اليوم في المرحلة الثانية أعطى طابع جمالي لدور العبادة من ناحية النخيل والمضلات والكراسي والشتايل فبالتالي يعطي طابع جمالي لدى هذه دور العبادة ونؤكد من خلالها التأكيد على الشراكة الوطنية والمجتمعية من خلال التعاون مع الجهات وفي مقدمتها بلدية المنطقة الشمالية أبعاض وطنية وتربوية وبيئية لها انعكاساتها الإيجابية لتشجيع المبادرات الخيرية من أجل اللحمة الوطنية وبث روحي وقيم التسامح والأخوة في ربوع الوطن إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر